هي ثلاث جوالة فقط تفصلنا عن موعد إزدال ستار المرحلة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس مرحلة تسعى مختلف الأندية لإنهائها في مراكز مشرفة وصيف بطل إفريقيا اتحاد العاصمة وبعد خسارة لقب رابطة الأبطال وصل تألقه في البطولة الوطنية واستعاد نغمة الانتصارات التي بدأ أبناء سستارة في عصفها منذ انطلاق الموسم ليكون الفوز التاسع بثنائية نظيفة خارج القواعد على المضيف فريق جمعية وهران بمثابة الانتفاض وأفضل رد بعد النكسة الإفريقية فوز الاتحاد رفع رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة ورسم معه ملامح البطل الشتوي وهو الذي تنقصه مقابلتين متأخرتين الجولة الثانية عشر لم تشفع لمتذيل الترتيب أمل الأربعاء ولم تترك له المجال للتنفس قليلا ولو لفترة مؤقتة بمناسبة الاستقبال داخل الديار لأن عزيمة الأمل في الخروج من الأزمة استدمت بمنافس قوي اسمه شبيبة القبائل منافس أحسن التفاوض في ملعب إسماعيل مخلوف وعد بنقطة ثمينة لم تكن كذلك بالنسبة للزرقاء التي بقيت في المؤخرة بثماني نقاط فقط من جهته نصر حسن دا يواصل مفاجأة كبار الأندية في البطولة فبعد الاتحاد والملودية العاصميين بالإضافة إلى شبيبة القبائل جاء الدور هذه المرة على بطل الموسم الفارط وفاق سطيف ورغم اكتفاء نصرية بهدف وحيد إلا أن هدف بن علجية كان كافيا لوضع النصرية في المركز السادس في مفاجأة قوية كان للمدرب بوزي دي يد فيها العميد وبعد تعثرين استعاد نغمة الانتصارات بتحقيقه لفوز مهم على حساب ضيفه مولوديت وهران هذا واستعاد الصاعد الجديد ومفاجأة الدور دفاعة جنانت إثر فوزه على شبيبة قسنطينا مركز الوصافة الذي شغله اتحاد الحراش مؤقتا بعد الفوز على الموب فيما تخطى شبيبة الصور ضيفه سريع غيليزان بثنائية نظيفة أما عن مباراة اتحاد البوليدة وظيفه شباب بالوزداد فخيم عليها التعادل بهدف في كل شبكة